شكرا لك خليني أبدأ معاك كابتن حمد اليوم يعني بسرعة كذا ناقش بعض الملفات المهمة في رياضتنا السعودية اليوم يمكن من بين أبرز الأحداث والأخرين أقولك هو الحدث الثاني تقريبا بعد مباراة الديربي مباراة الأهلي والاتحاد اللي هو البيان النصراوي اللي اتهم لجنة الحكام بصورة مباشرة بضياع النقاط في الدوري والخروج من كأس ولي العهد اليوم النصر يعني برضو في البيان قال انه احنا ندعم الحكم السعودي وودنا هالحكم يتطور ويريدكم تعطونا عشر ألاف ريال تعتقد اليوم انه مشكلتنا مادية يعني مع الحكام انه إلى اليوم حنا نقول انه مشاكلنا بالرواتب الخاصة بالحكام ولا عندنا مشاكل ثانية بسم الله الرحمن الرحيم أولا نعتقد يعني الاسبوع الماضي أشرنا ان هذه مشكلة مشكلة عامة والكل متسبب فيها أصلا يعني حتى الحكام نفسهم يكونون جزء من هذا التسبب لكن انا اللي اشوفه ان النصر بيرجع يمارس اسلوب يعني مش اسلوب مش لا يرتقي للنصر لأنك بتبدأ تلعب برع الملعب وهذا اسلوب العاجز أول شيء في المدرب الآن يبغي يقول للجمهور في الحكم بكرة بيقول فيه لأنه حتى مع الحكام الأجانب نفس الأخطاب بتتكرر اليوم شفنا لو نتكلم عن الليلة مثلا في الديربي هناك ضربات جزاء يعني مؤثرة ضاعت على الأهلي وعلى الاتحاد موجود حكم أجنبي المشكلة مش في الحكام صفة عامة الخاطة وارد من الجميع النصر في سنوات استفاد من الحكام الهلال الاتحاد كل الفرق استفادت لأن الحكم جزء من اللعبة وهذا قرار تقديري في جزء من الثانية أنا أعتقد حتى لما يقول لي بدفع عشر ألاف الأمر مش فلوس ولا أيضا وجود حكام أنك تتكفل بأنك تجيب حكام أجانب لمواقع المباريات هذا قرار أنا أعتقد ليس جيد بالنسبة للنصر أنا قلت لك في حلقة شارك في أول حلقة إن النصر مشكلة نفسية وليست مشكلة فنية لأن الأسماء موجودة عند أسماء يعني يطمع فيهم أي نادي لكن هم ما قاعدين يأدون في الملعب أنا قلت لك هما في البيان تضرروا من أفرق صغيرة خارج دائرة المنافسة يا أخي لما تضرر من الحكم لما يكون منافسك فرق منافسة لك نقول والله ممكن مقبولا لأن الحكم بيتعاطب في نهاية الأمر مع الفرق الكبيرة وليس صغيرة لأن على الأقل إذا ما حصل جزء من الإعلام مثلا الأندية الكبيرة يقول يا أخي افتك على الأقل من شرهم لكن الأندية الصغيرة من لها لا أعلام لا جمهور لا صوت في النهاية خلاص يقبلون بالأمر لكن اليوم لما يجي النصر يقول لي والله أنا تأذيت من فيهجر والقادسية والفيصلي والتعاون أنا أقول لي ممكن تتأذى في إمبارات الاتحاد الهلال الأهلي الشباب لأن ذول ينفسونك والحكم محتار طيب كابتن خليني معلش أستاذنك ورحب أيضا بعبد الله فلاتة من جدة الناقد الحصري لبرنامج المنتصف حياك الله أبو أحمد أحييك أبو إبراهيم وحييك الكابتن حمد والسادة المشاهدين جميعا الله أحييك متأخر شوي ولا إحنا اللي مأخرينك لا مو حكاية متأخر شوي خليها على الله بس يعني هي كده وبين كده وكده طيب خلينا نقول الصفحة لازم أنت تقفلها بعد الديربي والمبارات يعني ما أنتها تلا متأخرها شوي بس خليني أسألك أبو أحمد يعني قبل أن نتكلم اليوم عن ديربي جدة اليوم في بيان نصراوي يتهم لجنة الحكام بضياع نقاط الدوري وكأس ولي الأهد كيد انتقريته اليوم بس خليني أسألك يعني تعتقد بأنه هالبيان علشان الضغط على اتحاد كرة القدم وتحديدا لجنة الحكام ولا صحيح يعني الجماعة هما متضررين من الحكام ويبون يفتكون من الحكم المحلي والله أنا بعد اللي شفته اليوم من الحكم الهولندي أقول للإدارة النصراوية تهدي والأنديا كلها تضع ثقتها في الحكم السعودي ولللاعبين هم ما مخطأ الحكام الأجانب الصراحة متفاعلين ويعني متقبلين بشكل كبير أعطوا هذه الثقة للحكم الوطني لو وجد منكم كذا هيكون وضعه أفضل بكثير يعني حكم اليوم الاتحادة نعرف طبيعي دفع 250 ألف ريال 250 ألف ريال أخطأ بالجملة ما هو موضوعنا الآن ما وصلنا للموضوع الديربي صح بس بإحساس ربط بين الموضوعين حقيقة أنا دارت النصر يمكن هذا أول بيان تصدره هذا الموسم بس في كل الأحوال أنا ما أنا مع البيان إذا كان النصر يرى أنه متضرر يعني ممكن تصريح ينهي الموضوع لأنه لا يعطي النصر شكل أنه هو بيبرر الوضع اللي هو بيعيش الفريق خلال الفترة دي ما هي محتاجة العملية صحيح النصر الآن بيبدأ مرحلة جديدة من خلال مدرب جديد من خلال تعاقدات شتوية ممكن يكون وضع أفضل لا نركز على التحكيم ترى التحكيم الأجنبي اللي بيجينا هنا بالمستويات الباعة اللي بنشوفه ترى المحل يجب أن نضع ثقتنا فيه يعني كانك تقول يا أبو أحمد يا إدارة الأمير فيصل بن تركي خلوكم من الكلام الزايد والبيانات خلوكم على حكامنا وشوفوا فريقكم وشوضعه والله إحنا في كل الأحوال ما إحنا مع مسألة البيانات إن كان النصر يعني ما إحنا تكلمنا سبوع الماضي على أهل يقولنا بيانات كثيرة النصر هذا أول بيان بس برضو لو ركزت إدارة النصر على العمل بشكل جيد وتصحيح الأوضاع يمكن فندنا في الحلقة الماضية إيش كانت الأسباب في النصر ركزت بشكل جيد على أوضاعها صديقنا النصر حمضي قدما للأمام المفروض هذا اللي يتم خلال الفترة الحالية طيب